أستاذ محمد في ظل الأجواء الحالية وتحديداً في ظل أزمة ما بعد الانتخابات هل لمصلحة من استمرار الانسداد السياسي في العراق؟ نعم تحية لكي ولمشاهدين الكرام مو بمصلحة أحد يعني اليوم إذا الأمور لم تحسن بشكل واضح فربما يكون هناك تمنموا الجماهيري والمجتمع يتحرك وربما تكون هناك مشروعية تؤسس لشرعية جديدة وهذا أمر خطر جداً على العملية السياسية برمته يعني ربما نشهد مثل ما صار بمصر على سبيل المثال للحصر يعني تعرفين كانت هناك شرعية موجودة لكن الشارع تمامل بشكل كبير جداً وخرج وأسست المشروعية لشرعية جديدة وإحنا عدنا بالسياسة وبالستراتيجية اللي بالشارع يمثل عدد لا يستهام من السكان فبالتالي يعني هذا الأمر اليوم يعني ليس بصالح أحد وبالتالي فاليوم الكتل مدعوة إلى أن يعني تحسم خلافاتها وفي نفس الوقت تؤسس لمرحلة جديدة هذه المرحلة يعني عليها أن لا تطول فترة المفاوضات بها وفي نفس الوقت استقرارها لكن الفيصل هو أعلان النتاج من خلال المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية كما معروف يعني هي غير مسيسة ومهنية بشكل كبير جداً ويعني أسسها قانونية وبالتالي فهي تنظر وفي حال يعني انتهاء التحقيقات وفي نفس الوقت النظر بطعون سوف يكون هناك أعلان لكن المرحلة التي سوف تكون بعد الإعلان النتائج يعني كيف يتقبل الكل هذه النتائج البعض يعني مستفيد من هذه النتائج لماذا لا نقول بأنه سيتم الذهاب إلى والبعض لديه طموحات أستاذ محمد لماذا لا نقول أنه سيتم الذهاب لربما من قبل المحكمة الاتحادية إلى إلغاء نتائج الانتخابات أم أن هذا الخيار هو صعب أو ربما مستحيل ما أعرف بالنسبة لي أنا مقانوني يعني يعني دكتورة بس تراتيجية والعلوم السياسية فما أعرف قانونياً يصير أو ما يصير هذا الأمر ما أعرفه بس في حال لو صار يعني أعتقد بعض الكتل سوف تفقد جمهورها بشكل كامل لأن تصريحاتها وفي نفس الوقت يعني تحركها على الساحة لم يكن بالمستوى المطلوب وبالتالي فهي يعني أعتقد يعني حتى الكتل اليوم التي يعني تريد إعادة الانتخابات ظاهراً هي يعني ربما تقبل بهذه النتائج على أن لا تتراجع بشكل كبير جداً خصوصاً وأن بعض الكتل اليوم مهددة بالاندثار في العملية السياسية وأعتقد العملية السياسية القادمة إذا استمرت الأمر على ما هي عليه يعني سوف تندثر بعض الكتل بشكل نهائي وسوف لن يكون لها أي وجود في الحاضر العراقي طب الفاعل الخارجي سيكون هل سيكون له دور في المشهد السياسي القادم أستاذ محمد والله يعني مسألة مهمة جداً اليوم بدأ العراقي يعني طيني مجال بس يعني فهم هاي الأمر المهم العراقي اليوم مو عراقي 2006 ولا 10 ولا 14 ولا 18 عراقي 2021 مستفس كل جداً يعني من العامل الخارجي وبالتالي قلت لك يعني الخوف يعني إحنا أمام تهديد حقيقي يعني علينا الآن استهين بي وعلى الإعلام اللي صلت علي الضوء بشكل كامل مثل ما تسوي قناتكم الغراء الآن يعني إذا تحركت المشروعية فلن يبقى للشرعية الموجودة الآن يعني أي دور يعني لأن الوضع اليوم يعني ينظر بسوء عاقبة خصوصاً وأن العراق اليوم يعني تعرفين هناك مشكلة اقتصادية يواجه وهناك في نفس الوقت معاناة كبيرة جداً والكل يتأمل في الحكومة القادمة إذا طالت الفترة ولم نذهب إلى خيارات معينة من ضمن هذه الخيارات تعرفين اليوم الحديث عن الغالبية أو الأغلبية في البرلمان ربما تكون هي الحل فإذا ذهبت الخيارات إلى هذا الخيار وكان هناك تحسن فأكيد الشارع العراقي سوف يسترخي وسوف أكيد يعني ينتعش بشكل كبير جداً أو حتى إذا ذهبني للتوافقية وكانت هذه التوافقية توافقية يعني لخدمة العراق وبناء عراق اليوم تعرفين أنت يعني محتاج إلى يعني كل أفراده وفي نفس الوقت كل الجهود من أجل البناء وليس من أجل يعني إقامة مقاطعات حزبية معينة وللأسف يعني بدين أن نشخص بالبعض يعني لا يهمه إلا مصلحته الشخصية في حين بعض الكتلة التي حصدت يعني عدد كبير جداً من المقائد لغة الخطاب السياسي استطاعت أن تؤثر على الشارع العراقي والشارع العراقي ينتظر منها لكن تعرفين الشارع العراقي ذكي ويراقب وأصبح الشارع العراقي اليوم يعني ليس من السهلة بمجال مواربته أو خداعه أو في نفس الوقت الالتفاف علي من خلال شعارات معينة أستاذ محمد في ظل الخلافات الحالية هل سيطول انتظار الحكومة المقبلة أم ماذا؟ لا لا أعتقد أن الأمور محسومة يعني بعد إعلان النتائج التحركات السياسية الموجودة يعني أعتقد محسومة بشكل كبير جداً مو مشكلة الحكومة مشكلة تقبلها وعدم تقبلها مشكلة الوضع اللي بعدها تعرفين يعني الوضع الأمني إذا تحرك بسوء معين يعني إذا وبوادرة بدأت تصير من خلال هجمات رهابية في كل محافظات العراق يعني سواء في الشمال أو في الجنوب هذا نسميه إحنا في الستراتيجية الأمنية نسميه شد الأطراف شد الأطراف خطر جداً في بعض الأحيان هذا شد الأطراف يؤثر حتى على كتلة البلد بصورة عامة وبالتالي فتشوفين ربما يفرز المكونات اليوم مفروزة بالعراق فبالتالي ربما تفرز المرحلة القادمة شيء أكبر من المكونات وهذا خطر جداً على مستقبل العراق وربما لا يتسع وقت الأخبار للحديث عن تفصيلات بهذا الموضوع لكن كمتابع لمراكز التفكير الستراتيجي الأمريكية والروسية والصينية يعني تشوفين الحديث عن هذا الموضوع خطر وهذا يعني المراكز التفكير الستراتيجية حتى في بغداد اليوم مثل مركز البيان وغيرها من المراكز التفكير الستراتيجي الموجودة في بغداد حذرت من مشاكل معينة قد تروح بالأفق إذا لم يكن هناك حسم وفي نفس الوقت إذا لم تكن هناك خطوات إيجابية بعد تشكيل الحكومة مشكلتنا ليس تشكيل الحكومة تقبلها من بعض الأطراف عدم يعني مثل ما تقولين إثارة مشاكل معينة أو يعني في بعض الأحيان تكون هناك عدم التئام داخل قبة البرلمان وبعد ذلك داخل الحكومة هذه الأمور سوف تؤثر بشكل وبآخر المواطن العراقي اليوم يعني تعرفين متأهب والشباب اليوم تعرفين اليوم لا يعول على شيء إلا على المستقبل فإذا رائبا أن المستقبل لم يكن مستقبل واضح المعالم فربما الأمور تخرج عن طاقة السيطرة هذه ليست يعني تحذيرات أو في نفس الوقت تخمينات لكن الوضع العراقي اليوم تشوفين من بعد 2018 بدأ يتجه اتجاهات خطيرة سواء في البصرة اتفاضة أو الأحداث التي مقعت في البصرة 2018 2019 اللي صار هذه الأمور تنذر بسؤول عاقبة إذا لم يكن هناك خطوات تترجم بشكل صحيح لخدمة المواطن ورفع الضغوط الاقتصادي عن كاهله وأتمنى على الحكومة القادمة ألا تحل المشكلة من خلال التعينات شوف اليوم عندنا بطالة مقنعة عندنا جيش كبير جدا من المتعينين عدم تفعيل القطاع الخاص اليوم يلقي بضلالة على الميزانية الميزانية العراقية بصورة عامة لن تتحمل في لحظات حتى توصل فكرتي إذا استمرت التعيينات بهذا المستوى فأعتقد أن العراق سوف يتجه إلى الإفلاس يعني اليوم الميزانية الاستثمارية بدأت تضغط عليها الميزانية التشغيلية والحكومة اليوم أستاذ محمد هناك من يعول على المستقلين تحديدا كيف تنظر إلى بوصلة المستقلين وهل سيحدثون فرقا تحت قبة البرلمان في هذه الدورة نأمل ذلك لكن حجمهم بالبرلمان لم يكن بالمستوى المطلوب التشرينين كما معروف أحجموا عن المشاركة بالانتخابات يعني عدد كتلة واحدة فقط يعني يفازت بتسع مقاعد تقريبا وكتلة الأخرى يعني الأعداد لم تكن يعني بمستوى الطموح على اعتبار كان هناك إحجام وفي نفس الوقت هناك إحباط لدى المواطن العراقي من الانتخابات وبالتالي فإذا كان لديهم دور معين وإذا اتجهوا إلى المعارضة داخل البرلمان وبدأوا يكون هناك رقابة على الإداء الحكومي وفي نفس الوقت لديهم خطط وينتقدون لكن بنفس الوقت النقد يجب أن يكون نقد بناء بمعنى يعني يعطي النقد ويعطي مع النقد المعالجات إذا أصبحوا بمثل هذا الأمر أكيد الأمر رح تتجه تجاه تجابية إحنا ليش ما نستفاد من تجارب يعني الموجودة في المنطقة يعني على سبيل المثال للحصر اليوم مراكز التفكير الستراتيجي والابتعاد عن الشخصانة هي الحل اليوم في العراق يعني تشوفين اليوم مثلا على سبيل المثال للحصر جمهور الإسلامية في إيران تشوفين التوالة تراك رغم هناك أزمة اقتصادية خانقة في البلدين لكن في نفس الوقت مراكز التفكير الستراتيجية من تقوض البلاد لو لم تكن هذه مراكز التفكير الستراتيجي موجودة والشخصانة حاضرة لو كانت لكانت الأمر تجهت بسلبية أكثر لكن إحنا اليوم نحتاج إلى مراكز تفكير الستراتيجي رغم موجودة يعني مثل مركز النهرين تابع رأسة الوزراء موجود مراكز مركز للبيان مركز تميز موجود يعني كثير من المراكز التفكير الستراتيجي موجودة لكن يعني الأخذ بوجهة نظره اليوم يحتاج إلى دراسة معمقة ليش صانع القرار السياسي اليوم لا يؤخذ بنظر لاعتبار هذه المراكز في لحظات يعني فقط بس يعني نركز على مسألة العلاج من خلال مراكز التفكير الستراتيجي شوف نحن نبدأ بمراكز التفكير الستراتيجي بلمانيا على سبيل مثال الحصر في ثلاثينات القرن المنصنم يعني أسست مركزين ماركال هوس هوفر والمركز الآخر المجال الحيوي الألمانية بعد ذلك يأتي مركز راند الأمريكي عام 1957 واليوم مراكز التفكير الستراتيجي تقود البلدان على سبيل المثال الحصر أعطيش مثال بسيط وقريب من عندنا مؤسس التشخيص مصلحة نظام الموجودة في إيران واضح دورها وواضح مكانياتها اليوم وكيف تدير ملفات الأكوة عندنا نسميها في الستراتيجية هناك إدارة الأزمة والإدارة بالأزمة يعني إحنا اليوم فريق الأزمة هو فقط فريق إدارة بالأزمة بمعنى اليوم حتى الجهد الأمني والجهد الحكومي بصورة عامة هو رد فعل لفعل يجب أن يكون هناك فعل قبل رد الفعل بمعنى اليوم علينا أن نستبق علينا أن يكون هناك حرق للمراحل بمعنى نسميه إحنا بالستراتيجية حرق المراحل باتجاه الأمام وبالتالي فاليوم إحنا أمام ستراتيجية مخيفة جدا اللي هي شد الأطراف في الشمال وفي الجنوب هذه التراتيجية تنتج دائما موجودة كانت في غسلافيا كانت موجودة في شوسكلافاكيا كانت موجودة في الاتحاد السوفيتي سابقا أنتجت عنها دويلات وبالتالي هذه الدويلات ستنتج مسألة مهمة جدا الدويلات التي عندها منفذ محركة البصرة مثلا تعتبر دولة غير ميتة لكن المناطق الأخرى تعتبر دولة ميتة ونسميها بانتقام الجغرافي نظرا لضيق الوقت شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة الحوار الباحث السياسي الأستاذ محمد الجزائري شكرا لك